النهاردة هنتكلم على التأثير الكبير لشرب المية على موضوع نزول الوزن وحرق الدهون ليه دايماً أول لما حد بعمله دايت أو بعمله رجيم أو أول نصيحة بدهاله احرص على شرب المية بالقدر الكافي وتعلمنا طبعاً مع بعض في الفيديوهات اللي فاتت إزاي أشرب مية بشكل كافي وإزاي أحدد احتياج الجسم بتاعه من المية ولكن النهاردة هنفع مع بعض الدور الكبير لشرب المية على موضوع حرق الدهون ونزول الوزن عندنا 8 نقاط مهمين جداً أو 8 حاجات المية بتقوم بيهم أول حاجة إن المية هي المحرك الرئيسي للجسم بالضبط زي البنزين في السيارة كل العمليات الحيوية اللي بتتم في الجسم وكل عمليات الإيد المختلفة ومن ضمنهم عملية حرق الدهون بتحتاج لمية رقم اتنين قلت شرب المية بشكل عام هيجيلك نوبات جوع متكررة كل شوية دايماً هتحس بالجوع وده بنسميه جوع كاذب حتى لو أنت شخص لسه واكل من شوية فبالتالي هتخرج بسهولة جداً على النظام الغذاء أو الضيط اللي أنت ماشي عليه رقم 3 نصيحة برضو بنقول عليها إنك لما تشرب مية قبل الوجبات الأساسية بتاعتك كل ما تيجي تاكل قبل الوجبه بربع ساعة اشرب كبات مية أو كباتين مية قبار واستنى ربع ساعة وبعد كده ابدأ الوجبه بتاعتك الموضوع ده هيخليك تاكل كميات أكل أقل يعني انخفاض كميات السعرات اللي دخل جسمك فبالتالي هتبدأ تخص وتنزل الوزن مع الوقت وده هيساعدك برضو في الالتزام بالخطة أو النظام الغذاء اللي أنت ماشي عليه النقطة اللي بعدها المية بتحمينها من الإصابة بالإمساك إيه بقى علاقة الإمساك بموضوع نزول الوزن وحرق الدهون أول حاجة لما يجي لك إمساك وزنك على الميزان هزيت وده هيعمل لك إحباط ولما يجي لك إحباط في ناس كتيرة فعلاً بتتدايق يقول لك لأ خلاص أنا ما فيش فايدة ويجي سيب الضيت أو الرجيم ويخرج خلص من النظام الغذاء تاني نقطة إن الإمساك الموجود فعلاً لفترات زمنية طويلة بيعمل عصر هضب بالتالي بيقلل من استفادة الجسم الفيتامينات والمعادن والمغازيات الموجودة في الأكل بتاعك وهتبدأ عمليات حرق الدهون وكل عمليات الإض المختلفة في الجسم هتتأثر شرب المية هو الديتوكس الطبيعي للجسم الناس دايماً بتدور يقول لك يا دكتور أنا عايز ديتوكس عايز أنضف جسمي عشان الجسم يبدأ يشتغل بشكل كويس ويبدأ يحرق الدهون المية هي أهم مشروب لإخراج الفضلات والسموم من الجسم هي أهم مشروب لتنقية الجسم هي أهم مشروب للحفاظ على كل أعضاء وخلايا الجسم إنها تشتغل بشكل فعال نقطة مهمة وشرحناها برضو قبل كده الناس اللي بتشرب مية قليل جسمك بيعمل ردة فعل عكسية إنه بيبدأ بيحتفظ بأي كمية مية بتدخله يعني أنت بيجي لك احتباس سوائل نتيجة قلة شرب المية فده برضو هينعكس عندك على الميزان هتلاقي الميزان عندك سابت أو حتى زيت لما تبدأ تشرب مية بشكل كافي المية هتساعد في إخراج المية المتحوشة جوه لإن جسمك هيحس إنه في أمان فهيبطل يحبس سوائل فعلشان كده هتبدأ تلاحظ فعلاً لما تبدأ تشرب مية بشكل كويس إن الميزان عندك بدأ يتحرك وتبدأ تتخلص من أماكن اللي كانت منفوخة عندك في الجسم إن المية المحبوسة جوه بدأت تخرج المية المشروب الوحيد اللي بنقول عليه سفر سعرات حرارية يعني هو أأمن مشروب على الضيط والرجيم المشروب اللي كلنا بننصح بيه المشروب اللي بنقول لك اشرب منه بدون حسابه وبدون ما تحسب كمياته وبدون ما تحسب سعراته المشروب اللي مالوش أي تأثير على زيادة الوزن ترجمة نانسي قنقر